دعا الأردن المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل وقف عمال العنف ضد مسلمين روهينغا في ميانمار ومحاسبة المسؤولين عنها مؤكدا أن ما يحدث هناك هو جريمة وإرهاب وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع تويتر ما يحدث في ميانمار هو جريمة وإرهاب يتطلبان تحركا دوليا فوريا لوقفهما ومحاسبة المسؤولين عنهما